طيب خلينا نتكلم شوية عن الجوائز والحقيقة أنه قد إيه كمان مهم التأدير وقد إيه كمان الجوائز الأدبية الحقيقة بالنسبة للكتب أو بالنسبة للكتاب كان لها يعني مكان كبير السنة دي في 2022 أهم الكتب والكتاب اللي حصدوا جوائز في 2022 طبعا هو يعني الجوائز في جوائز يعني بتتنوع الجوائز في أهدافها والإشارات اللي بتحملها في جوائز رفيعة القيمة ورفيعة المستوى زي مثلا جائزة النيل جائزة النيل هي تعتبر أهم جائزة أدبية بتقدمها مصر ودي بيحصدها الكتاب اللي احنا يعني قررنا وشفنا أن هم يعني أصبحوا وسام موجود على صدر الثقافة المصرية تمام ويستحقوا التقدير ويستحقوا التقدير طبعا وإحنا على فكرة فكرة الاعتناء بالقيمة دي يعني أنت مش هتقدر تصنع الخطوات الجاية من غير ما تكون قدرت تبص كويس للخطوات اللي فاتت صح فاحنا جائزة النيل يعني عندنا في الرواية الأستاذ إبراهيم عبد المجيد احنا طبعا عايزين نقوله كل سنة أنت طيب وربنا يحفظك ويبارك فيك أكتر وتواصل إبداعاتك أكتر هو عنده في خلال الحاجات الكتب الموجودة مثلا حينما في المكتبة عنده كتاب وإحنا نتكلم على كتب السيرة من أهم الإصدارات وهو أيامنا الحلوة فقط ده كتاب عن روح مصر وجمال مصر تمام فإبراهيم عبد المجيد يعتبر من أهم الأسماء اللي كانت موجودة السنة طبعا الجوائز كمان في مختلف الفروع النقدية دلوقتي برضو التحديات في النقدة احنا في خلال الأيام الساعات الأخيرة من هذا العام كان الدائرة الثقافية المصرية نخبة الدائرة الثقافية المصرية كمان شاركت في مكتبة اسكندرية في حوار كبير لسه مخلصين يعني منذ ساعات عن التحولات بتاعة الأدب وتحولات الثقافة وتحولاته وكان فيه نقاشات شديدة الأهمية حقيقة أنا بشكر الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الأسكندرية على الشغل اللي تعمل والنقاشات المهمة جدا اللي كانت حصلة في ده الجوائز الجوائز بتستمر أنها تدي إشارات للناس عن الكتب المهمة ولكن أنا أتمنى أن الكاتب ما يعتبرهاش أنها مرجعيته ولا هدفه لكن الوجود المصري السنة دي قوي جدا كان فيه أسماء كتير جدا موجودة في القوائم قصيرا أنا في جائز الشيخ زايد هنلاقي كتاب مصريين كبار الأستاذ أحمد الشهاوي كان موجود الكاتب والمبدع المصري الجميل الأستاذ شريف صالح كان موجود فيه وجود مهم وعلى فكرة فيه حاجات كمان وصلت يعني في أثر رانيات الزايد للشعيرة إمام مرسال ده كتاب التوج بجائزة زايد والسنة دي برضو كان ليه وجود مهم وعلى فكرة الدليل للجوائز كمان مش مرجعية كاملة أن الكتب الأكثر مبيعا السنة دي كان فيها أسماء كتير رحلت عن علمنا يعني إحنا في هذه الأيام في نهاية كل سنة بتمر الزكرة الخاصة مثلا بالكاتب الكبير الأستاذ صلاح إيسا والأستاذ نجيب محفوظ كمان والأستاذ نجيب محفوظ طبعا في ديسمبر بيبقى عيد ميلاده لكن اللي أقصد أنه هو يعني صلاح إيسا السنة دي أنا بصيت على قوام الأكثر مبيعا وإحنا عملين بنبص على الحصارة يعني صلاح إيسا بعد خمس سنوات على رحيله عن دنيانا يبقى مؤثرا شديد التأثير مطلوب وإنتاجاته وما زالت هدف للدراما وموجود في الأحلاس يعني أنا اللي أقصد أنه هو مؤسس صلاح الله يرحمه توفى لكن هو مش هيقه الجواز دلوقتي لكن دي جائزة بقى أهم من أي جائزة جميع لأنك أنت في الغياب موجود يعني